خلافا لكل سابقاتها فرضت الانتخابات العضوية في مجلس نقابة المحامين نفسها كموضوع ساخن تصدر الصحف وذلك لثلاثة أسباب أساسية أولها احتدام المعركة بين 15 مرشحا تقلص إلى 12 ثانيها اجراء الانتخابات إلكترونيا للمرة الأولى وثالثها تزامن الانتخابات وفضيحة الهدر المالي بقيمة أربعة ملايين ونصف مليون دولار أو ما بات يعرف بقضية التأمين التي يضج بها محام بيروت غير أن مصادر الجديد كشفت أن المبلغ الفعلي يناهز سبعة ملايين دولار إخدين قرار بمجلس النقابة وبتمني من نقيب الشيخ أنطونيو الهاشم أنه ما نحكي بالموضوع بس أنا حبيت توضح أنه عمل تعرض أنه تمديد ثلاث سنين من شان أنه هالمبلغ هيدا اللي سميناه عجز أربعة ملايين وشيء أنه بيدوب من هلأ لست سنين فريق الاتهام يلمح إلى صفقة مشتبه فيها أدت إلى هذا العجز ويهدد بالمواجهة يوم الانتخابات فيما يحاول البعض الآخر تهديئة الأوضاع موضوع التأمين الصحي هو موضوع تجهز بين المحامين ولكن سعادة نقيب المحامين الشيخ أنطونيو الهاشم وأعضاء مجلس النقابة مجتمع المنقباء السابقين يعالجوا هالملف واستعانوا بأحد القبراء ونحن بانتظار صدور التقارير عن هالموضوع هذا إذا حلفني الحظ ونلت تأييد المحامين أنا أعد جميع الزملاء الكرام بأنني سوف أقوم بدراسة هذا الملف وأضع النقاط على الحروف وأشرح هذا الأمر بإسهاب إلى كافة المحامين أن تكون هذه الأمور تحل بشكل إيجابي وإن كان أيضا قد نسمع أن هناك من سوف يسأل وأيضا نقابة ستجيب أنا أعتبر أن هذا الموضوع شأن نقابي داخلي بين التحالفات السياسية والمستقلين أكدت مصادر الجديد أن الأعضاء الفائزين سيكونون من بين هذه الأسماء الستة فقط وهي ربيع معلولي مرشح التيار الوطني الحر جورج أصفين مرشح الكتائب عبدالحود المدعوم من القوات اللبنانية علي عبدالله مرشح حركة أمل والمستقلان سكندر ليس وإليب زرلي العيال سعد قناة الجديد